تحرك عراقي خارجي للضغط على العصابات المتاجرة بالمخدرات ومنع وصولها لحدود البلاد عبر إبرامي وتفعيل مذكرات التفاهم مع دول الجوار لإيقاف عمليات تهريب المخدرات تحرك يأتي تطبيقا لمخرجات مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات الذي أوصى بالتعاون الدولي لضرب خطوط التهريب وتفكيك الشبكات الدولية هناك مخرجات لهذا المؤتمر وتم عقد اجتماع عملي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وآخرها تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية العراقية ووزارة الداخلية الأردنية لرفع مستوى التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات وكذلك تبادل الخبرات هذه جهود من قبل وزارة الداخلية لغرض منع تهريب تجار ومروجي ومهربي هذه المواد المخدرة إلى داخل البلد التنسيق المشترك في عامليات التفتيش والتحري عن التهريب وتبادل المعلومات بين الدول خطوة ستسهم في الحد من نشاط تلك العصابات بحسب مراقبين ولا سيما إذا ما تم مراقبة الحدود باستخدام التكنولوجيا الحديثة لكشف أساريب التهريب السيطرة على الحدود هو أهم الفوائل التي تجعلنا نحد من هذه الظائرة نحتاج في بعض الأحيان أن تكون هناك لدينا طائرات مسيرة لمراقبة هذه الحدود تجار المخدرات يجدون طرق بديلة وطرق ميسمية من خلالها يدخلون إلى البلد أكيد تبادل المعلومات الأمنية بين البلدين هو قد يفضي إلى الحد من هذه التجارة ويأتي الحراك الخارجي بالتزامن مع جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة العصابات المتاجرة بالمخدرات في عموم المحافظات والتي أطاحت بأكثر من 12 ألف تاجر ومهرب فضلا عن ضبط ملايين الحبوب المخدرة من بغداد محمد جبار العراقية الإخبارية